اختبار حيوية البذور تعرف نسبة الانبات بأنها عدد بذور النابتة التي تعطي بادرات موها طبيعي وهناك عدة طرق تستخدم لبيان مدى حيوية البذور وقابليتي على الانبات أهم ما هي أولا طريقة اختبار الانبات حيث توضع البذور في الوسط الزراعي وتهيئ لها الظروف البيئة الملائمة وتحسب نسبة الانبات عند نمو بادرات هذه الطريقة تستخدم مع بذور محاصيل الخضر وبدور نباتات الزينة العشبية هذا الاختبار يعتبر يحتاج مدة تراوح من عشرة أيام إلى أربعة أسابيع وقد يصل إلى ثلاثة أشهر ويمكن التمييز بين البذور غير الحية والبدور الساكنة في العينة البذور الساكنة تكون صالبة ومتفقة وخالية من عفن أما البذور غير الحية تكون عرضة للعفن ومن شكل هذه الطريقة أنها لا تمييز بين البذور الحية والبدور الساكنة والتي تحتاج إلى خروج من السكون قبل انباتها ثانيا اختبار الأجنة المفصولة وهو يستخدم في اختبار حيوية بذور الأشجار والشجيرات التي لأجنتها فترة ما بعد النطج طويلة لا تموت خلالها حيث تفصل الأجنة عن أغلفتها وتزرع لمعرفة مدى حيويتها والحصول على نسبة منبات ويجب الحذر عند فصل الأجنة لمنع حدوث أي ضرر فيها ويفضل نقع البذور بالماء لمدة واحد إلى أربع يوم قبل فصل الأجنة لتسهيل هذه العملية الوقت اللازم لهذه الطريقة هو من ثلاثة أيام إلى ثلاثة أسابيع وبعد الزراعة فإن الأجنة غير الحية تصبح منية اللون وطرية تتعفف من أما الأجنة الحية فإنها تبقى صلبة وتظهر عليها علامات حيوية من نمو وانتشار الفلقات وتكوين الكلورافيل والنمو الجذير والروائجة ثالثا اختبار التترازوليوم وهي طريقة كيميائية لاختبار حيوية البذور وتتم بنقع البذور في مركب كيميائي هو 235TTC وهذه مادة تمتص داخل الخلايا حيث تتحول بفعل الأنزيمات إلى مركب أحمر لون غير قابل للغوضان يعرف باسم فورماسان الأنسجة الحية تتلون باللون الأحمر والأنسجة الميتة لا تتلون ويحدث التفاعل سواء كانت البذور ساكنة أو غير ساكنة ويمكن الحصول على انتاءة سريعة في هذا الاختبار عن الاختبارات الأخرى وفي بعض الأحيان يمكن تقدير حيوية البذور في بعض الساعات بينما نحتاج بواسط الطرق الأخرى إلى بضعة أيام وحسب نوع النبات المعاملات التي تشجع على أنبات البذور أولا الخدش وتتم بكسر أو ثقب أو تليين غلاف البذرة وجعله نفاذا للماء والغازات علما أن البذور المخدوشة تكون عرضة للإصابة بالأمراض وتهاجمها الحشرات عند خزنها وتجري عملية خدش غلاف البذرة بوسائل مختلفة منها ألف الخدش الميكانيكي تعتبر هذه الطريقة فعالة ومفيدة لبذور أنواع عديدة من النباتات وتتم بواسطة قرط نهاية الغلاف أو كسره بواسطة مطرقة أو استعمال ورق السنفرة كارجام وإذا كانت كميات البذور كبيرة فيمكن استخدام أجهزة خاصة مثل خلاطات الإسمنت الصغيرة حيث تخلط البذور مع كمية من الحصاء النعم وبحجم أكبر من البذور ليتسنى لنا لاحق أن فصل البذور على الحصاء بواسطة مناخذ ويشترط في هذه العملية أن لا يصل الخدش إلى الأجنة داخل البذور هذه العملية سريعة فعالة ولكن يحدث فيها نسبة تلف بالبذور بعد الخدش باستعمال الحوامض والقلويات وتتم بوضع البذور في أوعية حاوية على حامض الكبريتيك المركز وبنسبة واحد جزء بذور إلى اثنين جزء من الحامض حيث تغطي البذور كليا ويجب أن لا تزيد كمية البذور المعاملة في المرحلة واحدة عن عشر كيلورام وذلك لتجنب المشاكل العوية المستخدمة يجب أن تكون زجاجية وفخارية ويجب التحريك ويجب تحريك الخليط على فترات منتظمة يختلف الوقت اللازم للمعاملة من عند دقاق إلى ستة ساعات ويفضل إجراء اختبار أولي لمعرفة الوقت اللازم لكل نوع من البذور قبل معاملة كمية كبيرة منها وعندما يصبح غلاف البذرة بسمك الورقة توقف المعاملة ويسكب الحامض وتغسل البذور عدة مرات بالماء الجاري والمدة لا تقل على عشرة دقاق أو إضافة بيكاربونات الصديوم إليها لمعادلة الحموضة ويمكن زراعة البذور بعد المعاملة أو خزنها لبعض الوقت ثانيا التنظيم وهي إحدى الطرق المتبعة في معاملة البذور الساكنة وذلك تحفيز إمباتها حيث تعرض البذور المشربة بماء لها درجات حرارة مخفضة لفترة معينة من الوقت لتحصل فيها تغيرات ما بعد نضجها حيث يتم وضع البذور بطبقات متبادلة من وسط رطب والبذور وبواسط هذه العملية يتم كسر طور سكون البذور وتحييتها الإمبات أما الوسط المستخدم فهو أما الرمل أو البيتموس واجب أن تكون رطوبة الوسط من 60 إلى 50% أما زيادة الرطوبة فهي تؤدي إلى قلة أكسجين البذور توضع في الثلاجة لفترة تختلف حسب نوع البذور فمنها ما يحتاج إلى أسبوع وأخرى تحتاج إلى ثلاث أشهر من التنظيم ثالثا نقع البذور بالماء أن الغرض الرئيسي من نقع البذور بالماء هو لغسل وإزالة المثبتات منها أو لتقليل تركيزها إضافي الآتاليين غلاف البذرة وزيادة نفاذيتها وتساعد هذه العملية على تقليل الوقت لازم الإنبات تستغرق نقع البذور فترة تتراوح من 12 إلى 24 ساعة وحسب نوع البذور وإذا تطلب الأمر نقع البذور أكثر من 24 ساعة فيفضل تبديل الماء بعد النقاء تفصل البذور المنتفقة عن تلك التي لم تنتفق حيث تكون غير صالحة الإنبات رابعا معاملة البذور بالهرمونات وبعض المواد الكيميائية وهي مجموعة من هرمونات النباتية التي لها دور كبير في الفعاليات الفسلجية التي تحدث في البذور وهي على أربعة أقسام الجبرلين وهو هرمونات نباتي منظم للنمو يتولى الطبيعيين في النبات ويمكن تصنيعه أيضا يعمل على تحفيز النمو واستطارة الخلايا وحفز الإنبات ويتغلب على السكون البذور معاملة بهذا هرمونات لا تحتاج إلى تنظيم الإنباتها السايتوكانين وهو هرمونات نباتي يشابه الجبرلين في عمله إلا أنه يشجع أكثر على الانقسامات واستطارة الجذور وهو يعمل على التخلص من السكون الثانوي الناتج من ارتفاع درجات الحرارة جيم الأثلين وهو أيضا هرمونات نباتي يتولى الطبيعيين في النبات وله تأثيرات عديدة في تنظيم النمو ويحفز الإنبات من خلال التفاعل مع مثبتات الإنبات وإزالة تأثيرها مما يؤكد أن وجوده حول البذور له دور أساسي في النبات دال الثايورية وهي مادة كيميائية تستخدم بتراكز قليلة جدا من نص إلى ثلاثة بالمئة لتحفيز الإنبات في بعض البذور التي تحتاج إلى ظلام تام الإنباتها أو الطيقة التي تحتاج إلى حرارة مرتفعة لإنباتها أو تحتاج إلى تنطيد بارد لفترة طويلة تصل إلى ثلاثة أشهر وفي الأساس الثايورية هي مادة مثبتة للنمو إذا يجب غسل البذور عدة مرات بالماء بعد معاملتها بها لمنع حدوث تثبيت للنمو بعد الإنبات ترجمة نانسي قنقر